أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج الخبر بقية أدت إذن الحكومة اليمنية الجديدة اليمينة الدستورية في الرياض أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي بعد محاولات حفيفة من التحالف السعودي الإماراتي لإنقاذ اتفاق الرياض وتفعيل بعض بنده لكن اختيار الرياض للعاصمة المؤقتة عدن منصة لأداء القسم أعادت تساؤلات عن أجندة الحكومة في وقت تتصاعد أصوات في الشرعية تشكك في استكمال تنفيذ الشق العسكري وتحذر من بقاء تشكيلات عسكرية في خطوط التمس وفي هذا السياق نتساءل عن مستقبل الحكومة اليمنية الجديدة وعن التحديات التي تواجهها وكذلك عن قدرتها على الصمود في ظل الغياب المزمن للثقة بين مكوناتها بمواقيت الحرب اضطرت هذه المدينة الوادعة أن تصبح عاصمة مؤقتة وفي صراع الشرعيات ستجبر عدن أن تبقى محشورة في الجغرافية الضيقة مشدداً وبعيداً عنها يدور حدث يمني بارس هناك في الرياضة استكمل كل شيء وأدى 23 وزيراً إلا واحداً فقط اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي وزير واحد فقط طرح السؤال الذي يلح كثير من اليمنيين في طلب جوابها لما لم تقسم الحكومة في أرضها لا في بلاد الآخرين لا جواب واضح سوى أن اليمنيين يطون عامهم الصعب هذا ولهم حكومة موعودة بالعودة من منفاها قريباً هكذا على الأقل يقول الرئيس اليمني حكومة يكفي أنها جنبت البلاد شبح التقسيم وستعيد تصويب المدافع شمالاً إلى حيث الحسين لكن اليمنيين آخرين قول آخر إذا كانت البداية عثرة فكيف ستكون بقية المسيرة؟ إذا بدت الحكومة في صورة المضطر المجبر الآن فكيف ستنتزع قرارها بعد حين؟ هكذا إذن بعثت الحياة من جديد في اتفاق الرياض بعد أن ظل مركوناً على الطاولة لسنة ويزيد وشكلت حكومة يمنية لتدبر واقعاً صعبان وقع الدولة الغائبة وقسمة السلطة المحفوف بالمخاطر وقع الحقائب والمناصب التي وزعت على أساس مناطقية وتلك من بذور الفشل الكامنة يحذر البعض وذاك مثار خشية كثيرين لكن هناك على هذه الجبهات مبعث قلق آخر في هذه الطرقات الملتوية تقول أطراف في الشرعية إن الاتفاق العسكري شرط تأليف الحكومة يلتف عليها هناك من تحايل ليكرس حدود النفوذ الجديدة هكذا في نظر خصومه لم يتنزل الانتقالي الجنوبي عن شيء لكنه بدهاء اقتنص الكثير فتغلبت إرادته وحوصرت الشرعية لكن اليمنيين الذين تطوقهم المصاعب من كل صوب يقولون إنهم لا يبلكون إلا التفاؤل حتى وإنهم سلهم ربما الحكومة هي ليست إلا تصريفا يمنيا لغاية غير يمنية نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من عمان الباحث السياسي اليمني عبد الناصر المودع من اسطنبول وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور محمد قيزان ومن شفل في بريطانيا نصر العساء العضو في مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي دكتور قيزان أولا لماذا في الرياض وشكرا لضيوفك الكرام والسادة المشاهدين لا شك أن أداء الحكومة اليمين الدستورية اليوم في الرياض يعد مخالفا لاتفاق الرياض الذي كان ينص في بنده الأول على أن تعود الحكومة عقب الإعلان عنها إلى اليمن وأداءها اليمين الدستورية في عدن لكن نحن نتجاوز هذه النقطة الآن ونتطلع إلى المستقبل للعمل كفريق واحد وأن نتوحد الجهود وتتجه البوصلة إلى العدو الحقيقي جماعة الحوثي رئيس الجمهورية كما أشرتم في الخبر تاني من خلال ترأسه اليوم للحكومة بعد أداها اليمين الدستورية رسم الملامح المحددات العامة لأولويات الحكومة في المرحلة القادمة لو سمحت لي دكتور قيزان قبل أن نتحدث عن أولويات الحكومة كما حددها الرئيس هذه وسنصل إليها واحدا واحدا موضوع الرياض ليس شكليا هناك انتقادات لاذعة من قبل اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي أن أداء الحكومة لليمين في الرياض يعني بكل بساطة أنها حكومة تابعة حكومة قناصل كما وصفتها كاتبة يمنية لماذا تم هذا الأمر بهذه الصورة؟ لا شك نحن نعرف جميعا أن ولادة الحكومة يعني ولادة متعسرة ظلت لأكثر من خمسة عشر نحن نعرف أنه من التوقيع على اتفاق الرياض قبل سنة وثلاثة أشهر عقب تمرد الانتقال في عدن وسيطرته على مؤسسات الدولة وعلى المعسكرات سعت المملكة العربية السعودية لاحتواء الموقف وتم التوقيع على اتفاق الرياض لكن جماعة الانتقالي ظلت تمانع وحاولت أن تتعنت في التطبيق وخاصة الشق العسكري والأمني الحكومة الشرعية نفذت كل ما عليها في المجال السياسي وفي المجال العسكري لا شك أن أداء الحكومة اليوم في الرياض يعني كان كما قلت لك في البداية يعني اختراقا لاتفاق الرياض وعطى انطباع سيء لدى المواطن اليمني فالبعض يقول إذا كان قد نفذ اتفاق الرياض لماذا لم يعد رئيس الجمهورية وإذا لم ينفذ اتفاق الرياض فلماذا تعود الحكومة إلى عدن إذن ومع ذلك نحن نتطلع إلى المستقبل وأن تشرف الحكومة في الأيام القادمة بعد عودتها إلى عدن المترقب خلال يومين القادمين أن تشرف من خلال اللجنة العسكرية المشكلة من الطرفين وبإشراف سعودي على استكمال تنفيذ الشق العسكري انسحاب القوات التبع لانتقال من عدن ومن أبيان ومن أبيان من زنجبار ومن جعار لأنه إذا لم تنسحب الميليشيات لن يتتأتى للحكومة أن تقوم بعملها لا يمكن لإحداث تنمية لا يمكن لعودة الكثير من الشخصيات في الحكومة الذين يمكن أن يستهدفوا من قبل الميليشيات سيد نصر العسائي في الشيفلد هل أداء الحكومة اليمنية الجديدة للقسم الدستوري خبر سار بالنسبة إليكم أنتم في المجلس الانتقالي الجنوبي أسعد الله مساك أخي الكريم ومنك لجميع ضيوفك ومشاهدكم الأعزاء بالنسبة لأداء الحكومة اليمنية للقسم في الرياض أمام الرئيس هادي لا تقلل لنا أي مشكلة هو المجلس الانتقالي رحب بالرئيس هادي في أي وقت يريد العودة إلى عدن وكذلك الحكومة الشرعية ونعتقد أن هذه الحكومة المرحلية لهذه المرحلة حتى الوصول إلى الحل النهائي لا تقلل لنا مشكلة على الإطلاق في أداء الحكومة اليمنية الغسم الدستوري بالرياض أو في عدن أو في أداء هل هذا يعني سيد العسائي أنكم ستنفذون الشق العسكري من اتفاق الرياض ستنسحبون من عدن وأبيان وبقية المناطق ستسمحون للحرس الرئاسي بالعودة إلى قصر معاشيق ستسلمون السلطة في الجنوب للحكومة اليمنية الجديدة حكومة سيد معين عبد الملك بمعنى أو بآخر ما تتحدث أنت عنه كمسلمات هي ليست ضمن اتفاق الرياض اتفاق الرياض أو ما يتحدث عنه الإخوة كأنها نوع من المسلمات تسليم وانسحاب لا يوجد لا تسليم ولا انسحاب يوجد إخراج القوات المسلحة من عدن إلى القبهات وبنفس الوقت أيضا تخرج القوات المسلحة من وادي حضرموت ومن شبوة إلى القبهات وتسليم النخبة الشبوانية محافظات الشبوة وقوات الأمن وكذلك تسليم النخبة الحضرمية لوادي حضرموت وانسحاب القوات العسكرية إلى القبهات وبنفس الوقت أيضا انسحاب القوات المسلحة الجنوبية من المدن من أبيان ومن عدن إلى الجبهات لتوحيد الجهود لمحاربة الحوثيين وهذا التزامات العسكرية هي التزامات متبادلة بين الطرفين ليست على المجلس الانتقالي فقط نعم المجلس الانتقالي القوات المسلحة الجنوبية المسلحة يجب أن تخرج من عدن إلى الجبهات وأيضا بنفس الوقت ستنسحب القوات المسلحة التابعة للحكومة من وادي حضرموت ومن المهرة ومن شبوة إلى الجبهات لموجهة الحوثيين وتسليم الأمن في كل مدن الجنوب لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية سواء كانت الأحزمة الأمنية أو الأمن العام أو النخب أو غيرها من القوات الأمنية داخل المحافظات وهذا هو اتفاق الرياضي ونحن على استعداد تام لتنفيذ كامل الإلتظامات العسكرية والأمنية فيما يخصنا والمجلس الانتقالي نفذ تقريبا ما يعادل ثمانية بالمئة من الإلتظامات العسكرية ولم يتبقى إلى الطرف الآخر أن يقوم بتنفيذ هذه الإسرابات من وادي حضرموتمين سأعود إلى سيد قيزان بعد قليل سيد عبد الناصر ودع في عمان تشكيلة الحكومة ووزراؤها انتماءاتهم المختلفة هل توحي بإمكانية أن تكون فاعلة فعلا عندما تعود إلى عدن وتستلم السلطات وتعيد الدولة وتوقف الانهيار الاقتصادي أهداف كبيرة هل هذه الحكومة بصغتها الحالية وفي الظروف الموضوعية الموجودة في الجنوب قادرة على فعل كل ذلك؟ مساء الخير أخوائل وتحية لضيوفك طبعا الجواب ببساطة لا لأن هذه الحكومة من حيث الشكل ومن حيث المضمون ليست مؤهلة لعمل من هذا القبيل أولا هذه الحكومة تأتي في ظل انهيار دولة لم يعد هناك وجود للدولة اليمنية بالمعنى الكامل يعني اليمن هي ليست دولة كاملة السيادة وليست هناك من حكومة مركزية تسيطر على العرض والدليل على ذلك أن هذه الحكومة شكلت برغبة سعودية ورسمت الخطوط العريضة لها السعودية والإمارات لا حد ما وكما أنها أيضا شكلت من قبل رئيس أصبح فاقد الشرعية القانونية والدستورية وكذلك شرعية الأمر الواقع كما أنها في نهاية المطاف أدت اليمين الدستورية في عاصمة الدولة أخرى كل هذا يشير من حيث الشكل ومن حيث المضمون إلى أنها ليست مؤهلة لأن تكون حكومة للجمهوري اليمنية كما أنها أيضا ضمت انفصاليين مشروعهم يقوم على تفتيت الدولة وتقسيمها وهم لا ينكرون ذلك ويقولون بأن وجودهم في هذه الحكومة هو خطوة أولى نحو تقسيم الدولة وليس من أجل ترميم الدولة كما أنه أيضا هذا التشكيل وفقا لمحاصصات جهوية وفئوية هذه غير دستورية وفقا دستور اليمني غير دستورية لا يجوز وفقا دستور اليمني أن تشكل أي كيانات على أسس جهوية أو فئوية ومن ثم جميع العناصر غير متوفرة لأن تمارس هذه الحكومة لأن تكون هذه حكومة الجمهوري اليمنية إضافة إلى كل ذلك عدن ليست هناك من عاصمة حقيقية لليمن عدن هي منطقة مسيطرة عليها ألا تبدو قراءتك بالغة التشهوية والسوداوية في الواقع في النهاية هذه الحكومة تضم الأطياف السياسية الموجودة على أرض الواقع في اليمن شئنا أم أبينا وطالما أنك قلت أنها نتاج توافق صعودي إماراتي وهما القوتان الأقوى الآن على الأرض في اليمن فربما يريدان هذان الطرفان للحكومة أن تنجح أو تفعل شيئا يعني هذه الحكومة هي أتت برغبة خارجية وهؤلاء فقط يمنحوا العالم الخارجي شرعية وغطاء من شاركوا في هذه الحكومة هو معبارة هم شاركوا المصالحهم الخاصة كان ذلك حزب الإصلاح أو هادي أو غيره هؤلاء لديهم مصالح خاصة لديهم منافع كثيرة من هذه السلطة وقبلوا بأن يمثلوا دور أن يكونوا شكلا يمثلوا الشرعية هذه الشرعية لا تتمتع إلا بالدعم السعودي لو لم تدعم هذه السعودية يفقد شرعيته ليس لديها أي شرعية حقيقية لو اعترفت اليوم السعودية بل حوثيين كحكام لليمن انتهت شرعية هذه لن يعترف به أحد وبالتالي هذا الكيان الذي مسمى حكومة يمنية هو كيان لصالح الدول التي أنشأته وهذه الدول بإمكانها أن تسحب منها الاعتراف وتلغيه في الوقت الذي تريد هي ستذهب لتنفذ إرادة هذا الطرف وتترك لهم هذه الدولة مصالحهم الخاصة يستفيدوا من بقائهم في هذه السلطة ومن ثم يهمون الناس بأنهم يمثلون الشعب اليمني هؤلاء لا يمثلون الشعب اليمني بأي شكل من الأشكال دكتور قيزان وكأن سيد المودع يقول أن هذه الحكومة ولدت ميتة كيف يمكن الرد على هذا المنطق خصوصا أن بعض اليمنيين يعلقون آمالا ولو ليست آمالا عريضة على أن تفعل هذه الحكومة شيئا لإنقاذهم مما هم فيه حقيقة أنا لست مع تشاؤم الأخ عبد الناصر ولا مع نظرة الحكومة تمثل الجمهورية اليمنية والشرعية تمثل الجمهورية اليمنية بسلطتها المحلية والبرلمان والتنفيذية والدبلوماسية والعسكرية هذا الطرح غير موفق من الأخ عبد الناصر الحكومة هي حكومة الآن ممثلة من جميع القوى والتيارات السياسية الموجودة على الساحة الوطنية والقوى الفاعلة إضافة إلى مكون الانتقالي صحيح أن الحكومة همشت أو وقصت بعض الأقاليم كإقليم تهمة لكنها في الأخير هي تمثل الجمهورية اليمنية شيئة أما بينها الحكومة أمامها تطلعات أمامها برنامج طويل جدا والمواطن يؤمل عليها وخاصة في أن تتصدى لوقف التدهور السريع في العملة وتوفير الخدمات وتوفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وأن تعتني بالجيش الوطني وتصرف مرتباته بصورة منتظمة وأن تعطيها السلاح النوعي الذي يتمكن من تحرير بقية الأرض هذا فيما يخص الأخ عبد الناصر لكن أنا أعرج على ما قاله ضيفك الكريم الانتقالي كما قاله يعني طبق ثمانين في المئة نحن لا نرد أن نوغي الكثير لكن الانتقالي لم يطبق حتى الآن ما تم في تنفيذ اتفاق الرياض في شقي العسكري هو الفصل بين المتقاتلين في أبيان بحيث عادت قوات الانتقال إلى أبيان وقوات الشرعية عادت إلى شبوة لكن قوات الانتقالي لم تنسحب من عدل لم تخرج من جعار لم تخرج من زنجبار لم يدخل لواء الحماية الرئاسية لم تعود السلطة المحلية إلى سقطرة هذه هي نقاط أساسية يعني في اتفاق الرياض ما معنى اتفاق الحكومة إلى رياض المنشيات مدى المسعرية إنها التزامات متبادلة بينكم وبينهم وليس التزامة من جانب واحد فقط صحيح صحيح نحن نقول أنها التزامات متبادلة يعني في خط المواجهة في أبيان انسحبت قوات الشرعية لكن بعد ذلك أن تدخل أن تعود للحكومة الشرعية الممثلة للجمهورية اليمنية إلى عدن العاصمة المؤقتة وأن تمارس مهمها الحكومة بإمكانها أن تقدم الشيء الكثير ويتمثل بارقة أمل إذا عادت إلى عدن بإمكان أن تحقق طلعات الشعب اليمني إذا أعطي لها السماح بأن تشتغل كسلطة وحيدة وليس كسلطة وأن لا تقدلها سلطة موازعة إذا لم تنسح بالميليشيات ستعود الحكومة تحت رحمة الميليشيات نحن نعرف أن ميليشيات الانتقالي ما زالت حتى الآن تسيطر على مؤسسات الدولة وعلى معسكراته وعلى السلح في عدن وأسمح لي أن أقول ميليشيات لأنها فعلا لم تندرق تحت إطار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وذلك سنظل نسميها ميليشيات سواء في عدن أو في الساحل الغربي أو في تعز أو في أي منطقة حتى تندمك في إطار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية سيد العساء وكأن سيد قزان يقول لكم انتهى وقت الكلام واللعب على الكلمات هناك التزامات عليكم أن تنفذوها وضرب لك أمثلة كثيرة عن أبيان وغيرها هل ستنفذون هذه الالتزامات مرة أخرى خصوصا أن داعميكم الإمارات والسعودية يقولون أن عليكم أن تفعلوا ذلك طبعا إذا كان هذا الخطاب يمثل الحكومة أو أحزاب السلطة هذا لا يمثل الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية الآن هي حكومة شراكة أو حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وهذا الخطاب لا يمثل الحكومة اليمنية القوات المسلحة القنوبية هي قوات شرعية ومشكلة بقرارات من الرئيس عبد الربو منصور هادي مثلها مثل ما يسمى بالقشه الوطني بقض النظر عن هذه التسمية أنا لا أعتقد أن هذا الخطاب هو خطاب الحكومة حكومة المناصفة وإنما شخص لديه بعض الهوايات أو لديه بعض الانتقادات أو الحسابات مع المجلس الانتقالي أو مع القنوبية أو مع الطراب الأخرى هذا أولا بالنسبة للالتزامات التزامات المجلس الانتقالي أكررها مقددا المجلس الانتقالي والقوات المسلحة القنوبية هي قوات نظامية وأصبح الآن له نصف الشرعية نصف الحكومة الشرعية هي من القنوب ومن القوات المسلحة القنوبية لم يعد هناك شيء اسمها مليشيات سيد العساء اليوم الرئيس هادي وجه الحكومة أن عليها أن تدمج كل القوات الأمنية ضمن إطار وزارة الداخلية وكل التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة ووزارة الداخلية في الحكومة الجديدة أنتم مرة أخرى مستعدون لذلك؟ مستعدين للعمل بشكل مع الحكومة القديدة بكافة توجهاتها وإخراج القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر لأحزاب السلطة سواء كان الماليشيات تابعة للإخوان أو للقاعدة أو الداعش أو لقيرها من الجماعات التي ستضل ببعض الأحزاب التابعة للسلطة من واجي حضرموت ومن شبوى عليهم الخروج إلى الجبهات إذا كانوا يريدون تحرير بلادهم ونحن أيضا سنقوم بمساعدتهم أما بلادهم تلك ليست بلادكم لا ليست بلادنا صنعاء ليست بلدكم لا على الإطلاق صنعاء هي عاصمة الجمهورية العربية اليمنية وعدا هي عاصمة اليمن الجنوبي نعم نحن دخلنا في اتفاقية وحده ولكن هذا لا يعني أن يذهب ابن حضرموت إلى تحرير صنعاء بينما ابن صنعاء يحتل حضرموت هذا على الإطلاق وهذه معادلة غير صحيحة وظالمة وأعتقد أنه على أبناء أخواننا وأشقالنا سيد العسائي قبل قلت أن حكومة وحدة وحدة وطنية يفترض أنه لا فرق بين ابن حضرموت وأبن صعدة أو صنعاء اسمح لي سأعود لك بعد قليل لا فرق مواطن لكن ليس من المطلوب من ابن حضرموت أو ابن عدن أن يحرّب صنعاء بينما ابن صنعاء يحتل عدن أو يحتل حضرموت سيد الودع واضح أننا أمام أزمة تعريف وأزمة هوية عميقة ومشكلة عميقة في اليمن لن تحل هذه الحكومة أو غيرها بالطبع أخي عندما قلت لك بأن هذه الحكومة غير شرعية أنا أقصدها تماما قانونا وسياسيا أي حكومة عندما تصبح شرعية عليها أن تلتزب بمرجعيات مرجعيات قانونية وشرعية هناك دستور ناظم للحياة في الجمهورية اليمنية هذا الدستور ينص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لفترة معينة عبد الرب ومنصور هذه أتى باتفاق سياسي خارج إطار الدستور ولكن حصل على شرعية نسميها في علوم السياسة شرعية سياسية لمدة سنتين وفقا للمبادرة الخليجية انتهت في 2013 حصل على تمديد في مؤتمر الحوار سنة نسميها أيضا شرعية سياسية بعد ذلك لم يعد لديه أي شرعية أضاف خمس سنوات أصبحت وفقا للدستور رئيس الجمهورية سبع سنوات بمعنى أنه في 2019 أصبح غير رئيس للجمهورية اليمنية وفقا للدستور ووفقا للشرعية السياسية أيضا وفقا للدستور اليمني لا يحق أن تشكل حكومة مناصفة هذه المناصفة الجنوبية الشمالية هذه خرقا للدستور اليمني الذي ينص على أن اليمن دولة واحدة اندماجية لا يجوز تشكيل أي كيانات على أسس فئوية أو جهوية أو مناطقية هؤلاء يقولون وضيفك الكريم قال نحن لا نعترف هذه بلادهم الجمهورية العربية اليمنية هو لا زال في ذهنه بأننا لازلنا في عام قبل 22 مايو بأن هناك جمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية بينما القانون الدولي وقرارات مجلس الآمن وهم اليوم وزرائه أقسموا على المحافظة على وحدة الجمهورية اليمنية وبينما هم لا يعترفون بالجمهورية اليمنية يعني كل هذا التناقض كل هذا التعقير كل هذه الفوضى إلى ماذا تشير؟ تشير إلى أنه ليس هناك فعلا من حكومة شرعية مثل الجمهورية اليمنية ولهذا الكلام لا أقوله كتهمة سياسية أنا لدي حيثياتي أقول للأخ محمد قيزان يعطيني ما هو الأشقة الشرعي بأن يناصف الجمهورية اليمنية يديني نصه للسوري يسمح بالمناصفة يديني نصه للسوري يقول بأن عبد الربو منصور الذي أصبح الآن لديه أكثر من عشر سنوات لديه شرعية قانونية ما هي شرعيته القانونية؟ طيب سيد قيزان بعيدا عن هذه التفاصيل السياسية وطبعا الشياطين دائما تكموا في التفاصيل على صعيد الاقتصادي على صعيد معاش المواطن اليمني المسكين مع الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة ماذا يمكن لهذه الحكومة أن تفعل؟ هل وصلتكم وعود من السعودية والإمارات مثلا لتقديم عون اقتصادي لهذه الحكومة يساعدها على الفعل على الأرض؟ كما قلت لك في البداية الحكومة تمثل بارقة أمل وخاصة وهي تضم مختلف المكونات وأيضا انضمام مكون الانتقال إلى هذه الحكومة إذا عادت الحكومة بمها بجميع أعضاء وزرائها إلى عدن وأتيح لها أن تعمل بحرية كسلطة تنفيذية وحيدة دون أن تقابلها سلطة موازية لا شك أن الناس ستحقق بعض الأشياء التي يأملها المواطن وهي من حيث أولا وقف التدهور في أسعار العملات تقديم بعض الخدمات الأشقة في المملكة نحن نعول عليهم الكثير وهم وعدوا أن يدعموا الحكومة من خلال إيداع وديعة لدى البنك المركزي لا شك أن الحكومة ستكون من أولى مهامها هي تنمية إيرادات الدولة وهي من حيث تفعيل الموانئ والمطارات والمنافذ اليمن يزخر بالعديد من الموارد الاقتصادية إذا أتيحت لها الآن لا يمكن للحكومة أن تقوم بشيء وما زالت المطارات وما زالت بعض الموانئ محتلة بيد دولة الإمارات لا بد أن ترفع الإمارات يدها لا بد أن تمسك الحكومة بزمام الأمور ولا شك أنها ستقدم الكثير والكثير للمواطن الرئيس الجمهورية في خطابه اليوم أكد على أن يعمل الجميع كفريق واحد بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو مناطقهم الجغرافية وأن يعملوا تحت سقف الدولة ومؤسسة الدستورية لا يمكن أن يقبل النقطة واحدة أن يقبل المواطن أن الانتقال سيدخل في الحكومة وسيرفع شعار اليمن الجنوبي والقوات الجنوبية هذا كلام غير صحيح ولن يقبل به أحد سيد العيساي أنتم في المجلس الانتقالي الجنوبي كيف ترون الحكومة؟ ما هو معيار نجاحها أو فشلها برأيكم؟ باختصار شديد لو سبحت في ثوان اختصار شديد معيار نجاح الحكومة وفشلها هي تطبيق اتفاق الرياض وتقديم الخدمات للناس وسحب القوات العسكرية وتوجيهها إلى الجبهات لمحاربة العدو المشترك وهذا هو جوهر اتفاق الرياض وتقديم الخدمات للناس والذهاب إلى الجبهات لمقاتلة مليشيات الحوث المتمردة ومن ثم الوصول إلى الحل النهائي الذي بموجبه ستحل القضية الجنوبية وستحل كل القضايا بشكل عام للموصول إلى مستقبل لجهة اليمن أما حل الدولتين أو كونفيدرالية أو أي صيقة أخرى من هذه الصيقة التي تضمن الأمر والاستقرار في الجزيرة العربية شكرا جزيلا لكل الضيوف نصر العيساي العضو في مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام اليمني والأستاذ عبد الناصر المودع الباحث السياسي اليمني وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا كونفيدرالية؟